السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما مزيدا أما بعده فإخوتي في الله عود حميد إلى برنامجكم كدوة للعالمين وموضوع البرنامج يتناول السنن التعاملية ومن خلال من؟ من خلال خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم كان حديثنا في الحلقة الماضية كله عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم مع العبيد مع الموالي مع الرقيق فرأينا الرحمة والرفق والشفقة والإكرام والإحترام مما جعلنا نقول يا ليت أصحاب الأعمال يتعاملون مع الموظفين الأحرار كما أمر النبي السادة قديما أن يتعاملوا مع الخدم والعبيد إنا إذا لسعداء موضوع هذه الحلقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين الجدد كان النبي كما تعلمون صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية كل الخلق أشد الحرص حتى أن الله عز وجل قال له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين سورة الشعراء وقال له سبحانه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا سورة الكهف باخع يعني قاتل الله يقول له يا محمد أتقتل نفسك كمدا وحزنا على إصرار قومك على كفرهم ليس عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر أنت غير مسؤول عن النتائج يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء لكن من شدة حرصه على هداية الناس كان يحزن إذا مات أحدهم على الكفر يقول تفلت من يدي إلى النار حتى وهم يضربونه في غزوة أحد نزف دمه فقال أحد الصحابة له ادعوا عليهم يا رسول الله قال إن الله لم يبعثني لعانا وإنما بعثني رحمة اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون حتى بعدما لقي ما لقي من أذى في الطائف وجاءه جبريل مع الملك الموكل بالجبال وقال يا رسول الله هذا ملك الجبال إن شئت أطبق عليهم الأخشبين جعل سافل مكة عليها ضمرها بالجبال المحيطة بها قال النبي لا يا جبريل عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا وصدق ربنا عندما قال في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وصفه الله عز وجل بالحرص على هداية الناس فقال جل جلاله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عندتم يعني يعز عليه يشق عليه أن يجدكم في مشقة يتألم قلبه تتوجع روحه إذا وجد مسلما في كرب أو في غم أو في هم عزيز عليه ما عندتم يؤلمه أن يرى مسلما في مشقة عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم والله أحرص علينا من آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا كما قال ربنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم والله يا ابني النبي يعرف مصلحتك أكتر منك وحريص عليك أكتر منك حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ويمثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصه على نجاة الناس من عذاب النار فيقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والجنادب يقعن فيها قال فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها راه الشيخان مثل إن واحد أشعل نارا عظيما الفراش تستهويه النار الضوء يجذبه يذهب إلى حتفه دون أن يدري وهو يذبها يدفعها حتى لا تحترق النبي يقول وأنا آخذ بحجزكم بشدك من وسطك حتى لا تسقط في حفرة النار وهم يتفلتون من بين يديه صلى الله عليه وسلم ولكم ذرفت عيناه من أجل هذه الأمة عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وتلا قول الله عز وجل في عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ثم رفع يديه وبكى 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 وقال يا رب أمتي 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 فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما يبكيه والله أعلم فجاء جبريل فسأله فأخبره رسول الله بما قال فقال الله يا جبريل قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك رواه مسلم سيدنا النبي حاريس على هدايتنا يدعو لنا بالليل والنهار يدعو لنا حتى ينجينا الله من النار ويجعلنا مع الأبرار في جنات النعيم والمتأمل في سيرة الرسول يجد مواقف كثيرة تدل على شدة فرحته بكل مسلم قادم لما عكرمه ابن أبي جهل اسمعوا يا مسلمين لما عكرمه ابن أبي جهل ابن فرعون هذه الأمة أسلم وأقبل على النبي بعدما هرب وصافر ثم عاد رآه النبي فقام له وابتسم في وجهه وقال مرحبا بالمهاجر العائد مرحبا بالمهاجر العائد ثم قال للصحابة لا تسبوا أباه فإن سب الأموات يؤذي الأحياء اوعى يا مسلم تسب تسب مين أبو جهل أمام عكرمه المسلم لأن محبة الولد للوالد محبة فطرية سيتأزى لا تسبوا أباه نعم أبوه أبو جهل يستحق السب فهو من أعداء الله لكن قدام أولاده تؤذيهم الله على جمال النبي محمد وعلى أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي قصة إسلام عدي بن حاتم لما رآه رسول الله وثب إليه فرحا وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه روه مالك وعبد الرزاق وهكذا مع كل مسلم جديد كان النبي يفرح به ويدعو له وهو كما قال ربنا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً والحديث صحيح رواه الترمذي وصحاحه الألباني قال رسول الله اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل عمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب وكان هذا في أول الأمر ثم خص النبي عمر وحده بالدعاء فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة رواه ابن الحبان والحاكم وصححه وقد أسلم عمر بن الخطاب والسبب الأصيل في إسلامه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أن كل الناس أو معظم الناس كانوا ييأسون من إسلام عمر كان شديدا على المسلمين يؤذيهم حتى أن امرأة قالت لزوجها لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب يقولها يا سلام لو عمر بن الخطاب يسلم هتفرق معنا كتير قالت له عمر والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار بن الخطاب فدعى النبي لعمر بالهداية فهدى الله قلبه ومنه دعاءه بالهداية للإسلام لأم أبي هريرة اسمعوا الجمال والعظمة قال أبو هريرة رضي الله عنه كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره أبو هريرة ذاق حلاوة الإسلام وهذه أمه يريد لها النجاة من النار فلا يفتأ يدعوها للإسلام بالليل والنهار بالرفق والنصيحة والشفقة والحب هي أبدا حتى أنه دعاها للإسلام مرة فأسمعته في النبي ما يكره يعني شتمت النبي وسبت سيدنا النبي قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي للإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة ادعي لها ربنا يهديها للإسلام يا رسول الله فقال رسول الله الرحيم الشفيق الرؤوف فقال اللهم أهدي أم أبي هريرة يعني شتمني إذا هي تسبني وعيزنا أدعي لها كمان ربنا يفعل يخسف فيها الأرض لا نسي الإساءة ودعا لها بالهداية اللهم أهدي أم أبي هريرة قال فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف باب البيت مغلق فسمعت أمي خشف قدمي سطرقلي عن الأرض فقالت مكانك يا أبا هريرة يعني لا تدخل وسمعت خضخضت الماء أم بتغتسل قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال فرجعت إلى رسول الله فأتيته وأنا أبكي من شدة الفرح قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى خيرا وقال خيرا قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا قال فقال النبي اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين فما مؤمن يسمع بي أبو هريرة بيقول ولا يراني إلا أحبني رواه مسلم شفوا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس كان يدعو لهم بالهداية وكذلك دعا لقبيلة دوس بالدخول في الإسلام فأسلمت كلها كما روى أبو هريرة قال جاء الطفيل بن عمر إلى النبي فقال يا رسول الله إن دوسا قد هلكت عصت وأبت فادعوا الله عليهم يا رسول الله بأن شهور أدعوهم للإسلام فيرفضون ويعرضون هذه قبيلة ضالة ادعوا الله أن يهلكها قال فظن الناس أنه سيدعو عليهم فرفع يديه وقال اللهم اهد دوسا وات بهم اللهم اهد دوسا وات بهم رواه الشيخان فأسلموا عن بكرة أبيهم اللهم صلي على محمد على النبي الرحيم الحريص على هداية الناس وكان يحمد الله تعالى إذا أسلم أحد منهم في واحد يجي يوعزك أنت بتعمل حاجة غلط يجي يوعزك مش يشعرك أنه بيحبك وحريص عليك ويدعوك برفق ويدعو لك بالهداية لا ده يهزأك ويتعالى عليك بعلمه ويكلمك من برج عاجي ويقولك ده من العامة ومن قال لك يا مسكين أنك من الخاصة الكبري ده نبي مكنشكيدة صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالهداية ويترفق معهم في الدعوة ويفرح جدا إذا أسلم أحد منهم عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم خرجت روحه فخرج النبي وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار الحمد لله الذي أنقذه بي من النار رواه البخاري وقد مر ذكر فرحه في يوم إسلام عدي وفي يوم إسلام عكرمة صلى الله عليه وسلم وكان إذا أسلم أحد منهم يرشدهم إلى الإغتسال بعد الإسلام وإلى حلاقة إلقاء شعر الكفر عنهم إسلام نظافة وجمال ومن لم يختت منهم يأمره بالختال وإن كان رجلا كبيرا عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر سدر هذا عشب يعمل حاجة زي الرغوة يعني قريب من الصابون أنه اغتسل بماء وسدر روه أبو داود وصححه الألباني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة ابن آثال أسلم فقال رسول الله اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل روه أحمد وصححه الألباني في الإرواء والأحديث في هذا الباب كثيرا وكان إذا أسلم أحدهم يعلمه الأحكام الشرعية ويأمره بالتخلص من أدران وقاذورات الجاهلية فعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة بواحد قال لك أنا عايز أسلم ينطق الشهدين يغتسل يحلق شعر كلام للرجل يحلق شعر الكفر يلقي عنه هذا الضرن وبعدين النبي بعد التوحيد يعلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه مسلم الدعوة دي أخوانا جامعة لخير الدنيا والآخرة اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني كان النبي يعلم كل من أسلم جديدا هذه الكلمات وعن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت فقال له النبي ألقي عنك شعر الكفر واختتن راه أبو داود وحسنه الألباني ألقي عنك شعر الكفر واختتن كإنك مولود من جديد ألقي عنك شعر الكفر واختتن وكان صلى الله عليه وسلم يقدم الدخول في الإسلام على أي أمر آخر جاءه كما قال البراء رجل مقنع بالحديد في صبيحة يوم أحد يا رسول الله أقاتل معك أو أسلم أخرج أقاتل معك الأول وبعدين أسلم ولا أسلم الأول قال أسلم فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله عمل قليلا وأجر كثيرا رواه البخاري لو سألتك سؤال من هو الصحابي الذي دخل الجنة من غير أن يسجد لله سجده هو الرجل ده اسمه إيه؟ عمر بن ثابت بن واقش أصير بني عبد الأشهل أسلم قبل القتال بدقائق ولم يحضر وقت الصلاة ثم دخل في المعركة فقتل من غير أن يسجد لله سجده ودخل الجنة قال النبي عمل قليلا وأجر كثيرا يا ليتنا نحسن استقبال من دخل في الإسلام استقبالا حسنا يا ليتنا ابتداءا كمسلمين نعبر عن الإسلام تعبيرا حقيقيا مشرفا ديننا جميل وحجته قوية قذيفة لكن نحن كمسلمين مع الأسف الكثرة الكاثرة مننا صورة شائعة للإسلام لا نعبر عن الإسلام تعبيرا مشرفا فينفر الناس عن هذا الدين حتى من دخل في الإسلام حديثا والله أنا صافرت إلى أوروبا أكثر من مرة نفس العقد نفس المصائب التي نجدها في بلاد المسلمين صدروها لمن أسلم حديثا اوعى تسمع للشيخ فلان اوعى تسمع للشيخ علان هذا وجدته في أوروبا إياك أن تسمع لهؤلاء إياك لا تسمع إلا لفلان فقط وفلان فقط وعدوا ثلاثة أو أربعة وبقية الأمة ضل يا أخي رس رجل بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أخي علمه دينه يا أخي علمه الصلاة علمه التوحيد علمه الحلال والحرام إنما نفس الأمراض ولا حول ولا قوة إلا بالله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث مع المسلمين الجدد من يعلمهم أمور دينهم هو فلان أسلم خلاص يا فرحتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبي صلي خلاص الله كان معي شاب بالأمس يعني له تجارة في إحدى الدول الإفريقية يقول المسلمين فيها يجي حوالي سبعين في المئة بعضهم يصلي ويزني يصلي وأشرب الخمر وكل علاقة لهذا بهذا مش عارف ففيش حد يعلمهم أمور دينهم لم يصنهم الإسلام كما أنجل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي ما كانش يكتفي بإسلام حده بس يبعث معه من يعلمه أمور الدين عن أنس رضي الله عنه أن النبي أتاه رعل دي قبيلة وذكوان قبيلة تانية وعصية قبيلة تلتة وبنوا لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا ليه أنس بيقول زعموا لأنهم غضروا بالقراء وقتلوهم فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم يا رسول الله محتاجين علماء من الصحابة يعلمون بأ نأخذهم معنا يمكثوا معنا شهور سنة سنتين يعلمون أمور الدين فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار قال أنس كنا نسميهم القراء يحطبون بالنهار ويصلون بالليل رواه الشيخان بعت لهم سبعين عالم سبعين عالم يعلمونهم أمور الدين البعثات للدول التي فيها مسلمين غاية في الأهمية ونعلمهم صحيح الدين بعيدا عن الفتن والنزاعات واسمع فلان ولا تسمع لفلان العلمهم القرآن والسنة من غير تميع هذا هؤلاء والله في رقاب المسلمين وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على ثباتهم على الإسلام وعلى إبعاد كل ما ينفرهم عن الإسلام عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أهو من البيت؟ اللي بنسميه حجر إسماعيل حول الكعبة ولا علاقة لنبي الله إسماعيل به الحكاية إن العرب قبل بعثة النبي بخمس سنين جاء سيل قوي فهدم بعض قدران الكعبة فاتفقوا على هدم الكعبة وعلى إعادة بنائها وتعاهدوا ألا يدخلوا فيها درهم حرام ده أبو جاهل وابو لهب الوليد ده بيت ربنا هذا ما ورثناه من الخليل إبراهيم وكانوا يقدسونه فيش جنيه حرام يبنى به المسجد طيب فقصرت بهم النفقة الفلوس ما كفتش فبنوه على قواعد إبراهيم وأخرجوا منه الحجر الجزء ده وبنوا جدارا سموه الحجرة الحجر معناها الفاصل والمانع والحاجز حتى يعلم الناس أن هذه المسافة بين هذا الصور وبين البيت من البيت فستين عائشة سألت إنها بعد الحكاية دي مش الحجر ده من الكعبة قال لها أيوة إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعلى ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء الكعبة كان لها بابين يا أخوانا كل الناس يدخل فالعرب رفعوا البناء عشان يدخلوا الكعبة اللي على مزاجهم قال ثم قال لها يا عائشة ما تهدها وأدخل الحجر وابنها على قواعد إبراهيم وعمل لها بابين زي ما أنت قلت شو بقى النبي الحريص على هداية الناس والبعيد عن كل ما ينفر من هو حديث عهد بإسلام عن الإسلام قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه فأدخلت فيه ما أخرج من وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم رأوه الشيخان إيه اللي منع النبي يعمل كده في ناس لسه مسلمة جديد أهل مكة أسلامه سنة الثمانية هجرية هذا قد ينفرهم عن الإسلام ثم جاء زمان عبد الله بن الزبي فهدم البيت وجعله على قواعد إبراهيم كما كان النبي يتمنى فلما قتله الحجاج هدمه وأعاده بالصورة التي نراها الآن فلما جاءت الدولة العباسية جاء الخليفة المنصور المهدي وأراد أن يهدمه ويعيده على ما كان عليه في زمان ابن الزبير وكما كان يتمنى النبي وفسفت مالك مفتي المدينة في هذا فنهاه مالك عن هذا وقال إني لا أكره أن يتخذها الملوك لعبة يعني يتلاعبون بها على حسب آرائها فلن يقول أبني أبني أبنيها على ما بناها ابن الزبير وعند يقول لا 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 أرجعها على ما كانت قبل بعثة النبي ألو تركوها كما هي فظل الحال عليها إلى زماننا هذا كما هي لكن النبي مع ملشي خشية على الناس من أن ينفروا عن الإسلام وقد دخلوا الإسلام حديثا صلى الله عليه وسلم وكان من حرصه على هداية الناس صبره على أذى المنافقين وعلى أذى الأعراب الجفاء وعلى عدم عقابهم حتى ليصبح هذا سبب في صد الناس عن الدخول في الإسلام فتعلموا يا دعاه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبد الله ابن أبي قال أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل فبلغ النبي قوله فبلغ النبي قوله فقام عمر وقال يا رسول الله إئذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي لا يا عمر دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه هذا محسوب على المسلمين لو قتلناه لتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فصدهم هذا عن الدخول في الإسلام ومنه قوله لذي الخويسرة إنه أبو الخوارج هذا الرجل الذي أساء الأدب مع رسول الله قسم النبي قسما بعد غزوة حني فأعطى للمسلمين الجدد من الغنيمة نصيبا كبيرا فجاء زلخويسرة وقال يا محمد اعدل فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله قال ويلك ومن يعدل إذ لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق قال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين كان بيتحمل سوء أدب المنافقين جفوة الأعراب لأنهم محسوبين على المسلمين فلو أخذ كل واحد وقتله أو عاقبه لربما أصبح هذا حجر صد يمنع الناس عن الدخول في الإسلام والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا صلى الله عليه وسلم بل كان يتألف من أسلم منهم بالمال وبالمعاملة الحسنة ليكون هذا سبب لثباتهم على الإسلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله على الإسلام شيئا إلا أعطاه يا رسول الله أنا سأسلم لكني أطمع في كذا يعطيه حتى يسلم أملا في أن يدغدغ الإسلام في قلبه هذه الجاهلية عندما يؤدي فرائضه وجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبالين تصور إدل غنم مليا وادي كم رأس غنم دي ملأت وادي بين جبالين كم رأس كم مئة رأس كم ألف رأس فأعطاه غنما بين جبالين فرجع الرجل إلى قومه يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يُعطي عطاء من لا يخشى الفاقة يا قوم أسلموا فإن محمدا يُعطي عطاء من لا يخشى الفاقة رواه مسلم وقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه أحب إليه من الدنيا وما عليها رواه مسلم كان يُعطي كان يقول صلى الله عليه وسلم إني أُعطي قريشا أتألفهم إني أُعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية وهذا من حرصه على إسلام الناس صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بعض من أسلم حديثا بكتمان إسلامه إذا خشي عليه من الأذى أبو ذر أسلم بعد قصة طويلة النبي أمره أن يذهب إلى قومه يدعوهم للإسلام قال وامكث فيهم فإذا ظهر الإسلام فأتنا واكتم إسلامك أبو ذر لا راح الصبح في وسط الكعبة وقال أيها الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله فقالوا قوموا إلى هذا الصابي ونزلوا عليه ضربا لي يموت وما خلصه إلا العباس عم النبي قال وكان ممن كتم إسلامه أيضا قال يا معشر قريش ألا تعرفون من هذا هذا أبو ذر من غفار تمر تجارتكم عليهم قال فتركوني فعدت لمثلها في الثانية فعادوا وخلصني العباس فعدت لمثلها في الثالثة فقاموا إلي وضربوني وما خلصني إلا العباس ومنه أمره صلى الله عليه وسلم لعروة بن مسعود الثقف بأن يكتم إسلامه قل دا ليه حرصا على هؤلاء ممن أسلم حديثا حتى لا يصيبهم أذى الكلام عن تعامل سدن النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين الجدد طويل لكن أختم أن النبي كان يبشرهم بغفران ما مضى عمر بن العاص أسلم أسلم هو وخالد ابن الوليد في يوم واحد بايع خالد ثم بسط النبي يده وجعل عمر يده في يد النبي ثم سحبها قال النبي لما صنعت هذا قال يا رسول الله أبايعك على أن يغفر لي ما قد سلف نعم معلت أزنوب كثيرة قتلت بعض أصحابك أبايعك أدخل الإسلام بشرط أن يغفر لي ما قد سلف قال النبي لا تعلم يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن التوبة تهدم ما قبلها فيبشرهم بالمغفرة بل ويبشرهم بأن كل عمل خير عملوه قبل الإسلام سيأخذون عليه الثواب بعد الإسلام عن عروة بن الزبير أن حكيم ابن حزام أعطق في الجاهلية مئة رقبة وحمل على مئة بعير فلما أسلم حمل على مئة بعير وأعطق مئة رقبة قال فسألت رسول الله قلت يا رسول الله أشياء كنت أصنعها في الجاهلية أتبرر بها أعمل خير كتير يعني كنت بعملها قبل الإسلام قال فقال لي أسلمت على ما أسلفت من خير يعني اللي أنت عملت من خير قبل إسلامك بإسلامك كتب لك في ميزان حسناتك اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الحريص على هداية الناس هذه الحلقة لها بقية ولا بد نستأنف فيها بعد إن شاء الله بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته